عاطلون عن العمل ومساعدون للمخدرات ماذا يجعلهم يخالفون القانون يفرطون بالسرعة ويتملصون من رجال الشرطة وهذا تأليل قاطع يثبت على أن تسيبرتولات غير قانونية ويطغ غير قانونية لقد منحت هذه الدراجات لبعض الباع المتجاولين لتحسيني ظروف عملهم وتطولي تجاراتهم وهي وزيلة لكسب العيش للعديد من المواطنين وحاة لمن تصدف لهم ظروف وكسب وهي تتمشى مع المواسم التي تدخل الأعياء بالأعياء لتصبح وسهل لنقل أهباد كلما آدى فعيد الأطفال الريبورتر يخالفون قالون فقد نص الفصل ستونة بعد المئة من مدونة السائل بالمغرب على عقاب كل سائل يمسلك مركبة غير مرقمة أو يتجول بها في الزرقات العامة فتفرض عليه غرامة تتلاؤه قيمتها في الفتج آلا في درهم إضافة إلى وضع المركبة من الحج فيتنوع القانون الفصل الثامن والأربعون من نفس المدونة موضوع عقاب كل سائل خد لا يمضيك الاختصى السياقة فتفرض عليه غرامة تتلاؤه بين الألفين والأربعة آلا في درهم إضافة الفتج فترع أنه في حالة أي حدث فإن الريبورترات لا تأمين لها ويؤكد نور الدين من عملي الباحث في الاقتصاد الاجتماعي على ما تنمى وظاهر الدرجات الثلاثية دفع الصنع الصيني بأنها أتحف بالفعل موالد رزق الله يستهل بهذا في المجتمع المغردي وخاصة بالنسبة للشباب غير المتعلم وأضحاب الشهادات البسيطة والمتوسيطة وخاصة بالمتوسيطة والمتوسيطة إن هذه التراشات تستسبب في الاغتناقات المنورية لأن شكلها الانتجسي يضعيق حركة السير ولا يساعدها على التنقل بسلاسة على الطريق أي شبيهة بدور صفيحة متنقلة فيسل انقلابها بل وتنحلف عن مسارية أصلي لتستجم بباقي وسائل النقل الأخرى وهي مليئة بالركاب وقد شهد الحي الذي تتواجد بمواسسنا حادثة مروعة وفضيعة نفذ فيها الشامبون في المكتب للعمر آخر أنفاسا عندما استجن سربوا طولاً ليقلوا في المحطة طنشا إلى عائلته المسكينة إن الدراجات الآرية الثلاثية العجلات تعمل بشيط عن امتصاص البطالة وإدماج الشباب في المجتمع وإبعال معين حراف كما أنها سنقروا بسهولة في الشوارع والأحياء الآيقاء Pour toutes ces raisons, nous rejetons catégoriquement un triporteur et puis c'est un virus dans le milieu urbain donc il faut absolument gérer ce problème avec Firmaté كاريزياد حيرايف, président de l'association de la sécurité routière et monsieur Tua Brada, chef du service de transport ou de la direction régionale de l'équipement c'est un vrai danger public qui prolifère comme des champignons non seulement il met la vie des gens en danger mais également comme curé à la dégradation du paysage urbain et de l'environnement Merci beaucoup ترجمة نانسي قنقر